تجاوب مختلف القطاعات الشعبية للمجتمع العربي في البلاد مع مبادرة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بشأن تقديم العون للشعب والدولة اللبنانية عقب كارثة الانفجار الهائل الذي أسفر عن وقوع أعداد كبيرة من الضحايا وأضرار مادية جسيمة ودعت المتابعة إلى تنظيم الجهود في إطار مرجعية إغاثية موحدة تنبثق عن لجنة المتابعة وتعتمد النزاهة والشفافية وتدعو اللجان المحلية إلى العمل على تنسيق وتنظيم النشاط الإغاثية وقال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة إن الاتصالات متواصلة مع لبنان لتنسيق وصول الدعم من ناحية ومع قطاعات المجتمع المختلفة للخروج بقرار في اجتماع سكرتاريا المتابعة لتوحيد جهود إغاثة الشعب اللبنانية